كمان أمر يتعلق به واحد من نجوم النادي الأهلي إمام عشور نعرض إمام عشور ترند على السوشيال ميديا نقدر نقول بإذن الله خلاص المشكلة الشخصية اللي كانت لإمام عشور مع واحد من فرد أمني في إحدى المولاد ننتهت بالتصالح والمشكلة الحمد لله انتهت أنا عارف في الساعات الأخيرة ناس كتيرة حابت تركب الترند شوية في ناس ولاد حلال بيحب يكتبوا شوية تفاصيل كده على السوشيال ميديا عشان يشعلونه الأمور والناس مش قادرة تفرق ما بين المنافسة الرياضية والمشاكل الشخصية لبعض النجوم وأنا هنا الحمد لله عمري ما أتطرق لأي مشكلة شخصية لأي لاعب أيا كان هو فين ومنين يعني مش بأتكلم بس على العيف في النادي الأهلي لا حتى لو في أي نادي حتى لو نادي منافس الإعلام الرياضي الموضوعي ما يتطرقش للموضوعات الشخصية أبدا ولكن للأسف احنا عندنا الغالبية بتقبر وبتشعلل وديكوا شفتوا وقت ما حصل تصالح بين حسين الشحات ومحمد الشيبي من أشعلوا الأزمة على السوشيال ميديا اختفوا ما ظهروش لحد كتب بوست ولا تويت ولا حتى في الظهور الإعلامي حد أثنى على هذا الموقف اللي حصل في الحفل اللي جمع كل اللعيبة الأسبوع الماضي نهاردة كمان هو موضوع إمام عشور الحمد لله أغلق تم التصالح وأكيد بنتمنى لكل لعبتنا ولكن نجمنا الفترة اللي جاية المشاكل الشخصية دي بالتأكيد كل ما تكون قليلة أو مش موجودة كل ده ما بيكون ليه تأثير إيجابي أكتر على الملعب وأتمنى أتمنى للمنظومة الرياضية بالكامل حتى بما فيهم الإعلام الرياضي ضبط النفس ونبدأ نشتغل إعلام موضوعي ونبدأ نشتغل على إزاي نقدر نطور الصناعة اللي كلنا بنكسب من وراها وبنستفيد من وراها لأن كل ما الكورة صناعتها بتبقى فيها إيجابيات وإمكانيات وتسويق واستثمار كل ده بيعود بالإيجاب على الإعلام الرياضي ولكن لما نروح لفكرة إننا عايزين نركب الترند ودايما السوشيال ميديا هي اللي بتوجهنا صدقوني لا حد هيقدم إعلام ولا نجوم الكورة في حد ذاتهم كمان هيركزوا داخل الملعب